اعزائي طلب الطلاوات الشهادة الاعدادية اهلا وسهلا بكم ولقاء متجدد دائما وبرنامج عالم الكمبيوتر النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الفصل التاني والجملة البرمجية التالتة معنا اللي بتسمى السيليكت كيس طب ايه دي بصوا احنا كلمنا المرة فات على جملتين مهمين جدا اللي هي جملة افزين وجملة افزين ايلس وقلنا ان افزين بتنفس في حالة الترو بس بتنفس في حالة الفولس والجملة التانية اللي هي افزين ايلس بتنفس معك في حالة الترو والفولس طب اتقول لي مصر طب لو في كيسز في حالات يعني ايه? يعني مسلا لو بتكلم على مسلا درجة طالب انت قلتلي من شوية ان ممكن تطلعي اما ناجح او راصب طب لو افترضت مسلا ان انا عايز احط تقدير بمعنى ان اعايز اطلع له مسلا لو هو جايب جيد او جايب جيد جدا او جايب مقبول او راصب او جايب بمتاز انا عايز احط الكيسز دي كلها قالك في جملة تالتة بس طبعا ايه كان كتير جدا ان انا هتكلم عنها في جملة افزين فحاجة اسمها ايه? افزين ايلس اف فكان طبعا كبيرة شوية ولكن في جملة ظريفة جدا ولزيزة جدا هنبدأ نتكلم عنها اسمها سيليكت كيس بص على الحالة حالة مين الفاريابل اللي بيجي بعدها وبعدك انا نبدأ نتكلم على الجزء دي المهم تعالوا نبدأ الاول وبعدك انا نشوف الدنيا فاقي اول حاجة بتكلم على جملة السيليكت كيس قالينا بتستخدم اذا كانت نتيجة التفرع معتمدا على قيمة متغير واحد وهناك شروط كثيرة الامر الذي يوفر لعديد من الاكواد ويجعل القود اقصر سهولة ووضوح يعني الموضوع هيبقى بسيط جدا باستخدامنا لجملة السيليكت كيس طيب تعالوا نبص مع بعض على الستركتشر او شكل الجملة ماشي ازاي بصوا اول حاجة بيقول فيها ايه سيليكت كيس بيجي بعدها اسمه فاريابل ايا كان هو مين بقى ماشي بعد كده لو كيس كيس فاليو وان ديت معناها مثلا لو لو افترطت مثلا ان الفاريابل ده اكس لو اكس ساوت الفاريو ده هينفز القود ده ساوت الفاليو ده هتنفز القود ده ساوت الفاليو التالت هينفز القود التالت وهكذا لحد ما يخلص ايه الجملة بتاعتهم بأكد تاني ان جملة سيليكت كيس بتنتهي بكلمة اند سيليكت كيس ايلس بتتنفز في حالة عدم وجود اي شرط من التلاتة اللي موجودين قدامنا صح يعني لو التلاتة دولت مش مزبطين او كلهم كانوا فالس بينفز اخر ايه اخر حالة اه موجودة عنده هتقول لها مصر انا مش فاهم الدنيا ماشية ازاي في الجزئية ديت طيب تعالوا نبص على المثال هاوضح لنا الدنيا كلها بصوا انا معي برنامج او انا عايز اعمل برنامج هدخله درجة الحرارة وبعد ما دخله درجة الحرارة انا عايز اخبار درجة الحرارة ايه هل هي ساوت صفر كانت اكبر من صفر او كانت اقل منين من الصفر تعالوا بص الاول نشوف ده شكل الـ float chart بتاعها كم ماشي كده هحط start بعد كده عندي درجة الحرارة وبعد كده ببص على درجة الحرارة ظاهر منها 3 حالات انه احتمال انه اكون اكبر من صفر اقل من الصفر او بتساوي كام الصفر المهم انا عندي تعالوا نبدأ نشوف الفيديوالبيزيك على طوله نبدأ ايه نبدأ نشوف هنعمل الكلام ده ازاي نمسح الكود القديم وافترض ان ده مكتوب عليه ادخل درجة الحرارة وهنا طبعا ايه اختبار لدرجة الحرارة اخبارها ايه دخلت هنا كده بدأت اقول احجز الدي للدرجة على اعتبار ان هي هتكون مسلا انتجر بقى كده قلت له ان الدي برضو هتجيب من مي دوت التكست بوكس وان دوت التكست كده اصبح معي ايه الدرجة بعد كده هقول له الجملة بقى التالتة اللي انا نشغل عادة النهاردة اللي هي جملة ايه شوف حالة تمام شوف حالة اللي موجودة معك ايه زي ما قلت لكم على طول طالما انت حطيت يبقى انت هتني على ايه على كلمة ايه فانا هنا في المنطقة ما بين فانا بحط الكيس اللي هشتغل عليها هنبدأ نفهمها مع بعض كده اول حاجة انا قلت له احجز مكان اسمه دي نوع انتجر الدي ده هيجيب من تكست بوكس عند التكست بعد كده قلت له بصيلي على حالة دي اخبارها ايه هبدأ باول حاجة هقول له كيس زيرو ايه كيس زيرو ديت؟ كأنك بتقول له بالضبط بجملة افزين افل دي اكول الزيرو طب لو الكلام ده كان صح هتعمل ايه؟ اه عندك حاجة من الاتنين يا اما تطلع اللي انت عايزه على ميسج بوكس او تطلع الكلام ده على ليبل يبقى هافطرد مثلا ان انا جيت هنا كده خطيت ليبل تو اهو ادي ليبل تو هيتطلع لك عليه الناتج بتاعك هرجع تاني للك كود هبدأ اقول له ان ليبل تو دوت التاكست اللي هتحط جوال ليبل تو اكول هيساوي هي كيس زيرو معناها ايه؟ ان درجة الحرارة ساوية صفر لو الكلام ده صح طلع لي رسالة فيها ان درجة الحرارة بتساوي الصفر بالشكل ده كده طيب نيجي على الكيس التانية هقول له كيس لو درجة الحرارة كانت اكبر منين؟ من الصفر في الحرارة ديه هقول له طلع لي رسالة فيها ان درجة الحرارة اكبر من الصفر كده فاضل للك كيس واحدة يجوز كتابتها كيس از اه سمولر زين الزيرو ويجوز كتابتها بالشكل ده كده كيس از كيس سوري كيس الس كيس الس و الا يعني لو الشرط الاولاني ما تنفسي والشرط التاني كمان ما تنفسي معناها ان درجة الحرارة مش بصفر ولا هي ايه اكبر من الصفر يبقى في الحرارة ديه هقول له ان لابل تو ضغط التاكست ايكوال ان درجة الحرارة اقل من الصفر بالشكل ده كده يبقى لو جيت شغلت البنانية بتاعة ديوقتي بف فايف اهو بدأت اكتب خمسة راح مطلع لك ان ايه اهي درجة الحرارة اكبر من الصفر طيب هتديرو زيرو هقولك درجة الحرارة اهي برضو بتساوي الصفر هتديرو نيجاتف تو او نيجاتف سري قالك ان الكيس الاخيرة طبعا ايه اللي ظهرت قدامنا دلوقتي ان درجة الحرارة فعلا ايه اقل منين من الصفر اظن الموضوع سهل جدا بالنسبة لجملة سريكت كيس اللي قدامنا اهي بص على الفاريابل ده شوف الكيس بتاعته هلوه بصفر هلوه اكبر من الصفر طب لو لا يبقى اكيد هكون اقل منين من الصفر في الجزء ايه اللي موجودة معنا النهاردة طبعا ده الكود اللي موجود قدامنا اه في حتة بقى ظريفة جدا اه الجزء ده انا حابب ان انا اتكلم فيه جملة تانية ظهرة قدامك في الاول وظهر عندك حاجة تانية في الاخر ايه حاجة اسمها try catch سريعا كده هي جملة بستخدمها عشان اتجنب النوم الاررز اللي هو حاجة اسمها run time error اللي هو الخطأ اللي ممكن يحصل لك في وقت التشغيل يعني مثلا ايه لو شغلت البرنامج كده وبدأت اددينه مثلا ايه اه رات كتب 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 خمسة كده وسكت وضغطت على كمت ايه اختبار هيجيبها طبعا هيهنج معك البرنامج هنج اهو ما طالع لكش اي ناتج ووقف على عملية التخصيص ان هو في ايه غلب بالنسباله ففي الحالة ديت انا بعمل جملة صريفة جدا اللي هي جملة try catch هيت هقوله مثلا ايه try بحط على كده وبحط بعد try الكود اللي انا شاكك ان يعمل لي مشكلة من الاخر انا هروح حط الكود كله اللي انا عايزه من اول الدي بتساوي لحد جملة ايه end select هروح حطيطة بعد try هنا بعد catch هقوله طلع لي رسالة فيها كلمة مثلا يجب ان تقوم بادخال قيمة رقمية بالشكل ده كده طيب تعالوا نغلط المرة دي نكتب مثلا ستة اهي هرون بطلع لك رسالة في كلمة ايه يجب ان تقوم بادخال قيمة رقمية طيب نكمل شوي بس هقول له ممكن اقول له كمان ان me dot text box one dot text خلي text box one يحصل له empty يفضل يعني لو جيت كتبت اي حاجة كده اهو كده وضغط هروح مطلع لك رسالة وبعدها على طول روح مفضل ايه text box بالشكلة كده ولو عايز الجملة التالتة هقول له كمان ان text box one خليه يكون text box one خليه يحصل له كمان حاجة اسمها لايه الفوكس الفوكس ده معناه دخل ال pointer او مؤشر الكتاب او مرة تانية جوه text box one يعني لو غلط يروح مطلع لك رسالة يفضل text box ويحط لك text box جوه pointer جوه text box تاني عشان تبدأ تكتب عنده يبا ديت الفكرة بتاعت مين try catch او الجملة بتاعت الجملة try catch اهيت يبقى try بحطه بعدك code اللي انا اشك فيه اه ان يعمل لي مشكلة خاصة مشكلة بينفذ الاكواد البديل اللي ايه اجات له بعد الايه catch طيب اه مثال تاني بيكلمني بقولي انها من خلال دراستك في مادة كغرافية تعلمت الكثير من المفاهيم عن حاجة اسمها المجرة والكوكب والنجب انشئ مشروع يقوم او بحيث يكون وجهة البرنامج تكون بالشكل ده كده هنا هفترض مثلا معايا قائمة مفاهيم هضغط على كم الكوكب هطلع لي ايه التعريب بتاعه هضغط على drop down list الموجودة معنا او combo box الموجود قدامنا هعمل كريك عليها هطلع لك مجموعة من الاختيارات كل ما اختار اختيار هطلع لك حاجة معينة تعالوا نبدأ نعمل حاجة شبيهة بالكلام ده عندنا بقى ونستخدم فيها مصطلحات نحن مصطلحات الكمبيوتر تعالوا نشوف ممكن نعمل الكلام ده ازاي هفترض ان انا حطيت هنا كده جيت هنا على ال property هنا قلت له اختر اسم الاداة اول واحدة وشلت طبعا التكست بوكس ده خالص وبدأت هحط له هشيل دول كمان مش عايزهم هحط له عندي آآ combo books اهو وهحط له عندي على الفورم كمان تكست بوكس التكست بوكس ده انا هخلي المالتلاين بتاعته true عشان اقدر اقبر الحجم بتاعه براحتي هيكون بالشكل ده كده هبدأ احط ال items جوه الايه list box او combo books سوري بالنسبة لنا هحط له مثلا ايه مثلا لوحة المفاتيح سوان هكبرها لكم قدامي هنا هحط له مثلا الفقرة الطابعة مثلا هنحط كمان الشاشة كيف هي اهم قدامنا طبعا انا بكتب في مكان اسمه string collection editor اللي هو خاص بالتعاون مع ال items اللي انا عايزة وطبعا بكتب كل واحدة فين في سطر هنا بعد كده انا كده كتبت جوه الايه جوه الايه combo books ولو شغلت دلوقتي بس الاول نشير كود القديم اتشال خلاص احنا كنش لناه لمسح ايه اكواد كنت موجودة هارجع تاني المفروض هنا ان انا هشغل كده هطلع لك لوحة المفاتيح الفارة بالشكل الموجود قدامنا دلوقتي انا عايزة وما اختار هنا مثلا لوحة المفاتيح يطلع لي تعريف للوحة المفاتيح هنا عايزة اختار الفارة بالشكل ده كده طيب تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي المرة دي هتقول لها مصر انت كل مرة بتدخل في button one dot click او underscore click لكن المرة دي مفيش عندك button اصلا فانا هدخل في event جديد اسمه ايه بقى بصه اسمه ايه بص معي اهو اسمه combo books one underscore خدوا بالكم اسمه ايه selected index changed على حسب selection اللي انت هتختاره فهافترض ان انا هنا كده هقول له احجز الاكس على اعتبار ان هي بيكون اه مسلا انتجر واقول له ان الاكس ديت equal combo box one dot selected index يعني ايه selected index بصوا معي فكرة selected index يا جماعة ان هنا لو افترضت هنا ان معي items كل items ده له رقم بس هو بيكونت من zero يعني هنا ايه بيعدي من كم من zero يعني ده zero وده one وده two ده كم ده three يبقى هنا هرجع بس تاني لجزء ديت يبقى الاكس هنا هي ايه ما هكون بواحد او اتنين او تلاتة او او اربعة طيب نرجع تاني كده احنا اول حاجة هقول له select نبدأ بنستخدم جملة select case بتاعتنا select case شوف حالة ال اكس اخبارها ايه هقول له case zero دي اول حاجة عندي طيب لو الاكس كانت بزيرو معناه انه هو واقف على مين على الكيبورد يبقى هقول له هنا ان text box one text box one dot text equal احدى وحدات الادخال وتستخدم في ادخال الحروف والارقام ادي واحدة التانية بعدها كاتر ماوس يبقى هقول له case one هقول له تاني text box one dot text equal احدى وحدات الادخال وتستخدم في فتح القائم على الشاشة هقول كمان case two كانت الطبعة هقول مثلا ايه text box one dot text بتساوي احدى وحدات الاخراج وتستخدم في الطبعة من الكمبيوتر اخر case عندي لا ايه كانت الشاشة case three هتقول له مثلا هم مكنوا اربعة ايتم ما هي zero one two three four هم اربعة ايتم فعلا يبقى zero one two three يبقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة هقول له text box one text بيساوي اه تستخدم او هقول اول احدى وحدات الاخراج وتستخدم في عرض المعلومات المرئية تمام يبقى كيها زبطنا جملة select case بالشكل ده كده اهي وحطينا كيس كلها بالشكل اللي هنشافين قدامنا دلوقتي تعالوا نشغل بناجه ونشوف هختار من هنا لوحة المفاتيح بصوا معايا جاب لك ايه اه هتقول لها مسر هو جاب يعني جابها هنا طبعا اه كانوا بالزابط الشمال والكلام مش جاي ما ازبوط ناحية دي مين ممكن ازبط الكلام ده عن طريق الخاصية اللي اسمها right to left انها خليها ايه هكون ياس عشان تزبطها مع ايه طيب نختار حاجة تانية الفرة برضو جاب لك التعريب بتاعها نختار مساء الطبعة برضو جاب لك التعريب بتاعها نختار طبعا اخر كيس اللي هي الشاشة يجيب لك طبعا ايه عرض المعلومات المرئية اللي احنا كتبناها في الاخر عندنا اذا جملة سيليكت كيس ظريفة جدا فيها مجموعة من اه الاختيارات اه ان انا بقدر احط اي اختيارات موجودة قدامنا طبعا ده المثال لو كان عامله في الجغرافيا انه بيختار مثلا لو اختار كوكب بيديله جسم اه معتم لا يشاع ضوءا ولا حرارة ويستمد ضوءا وحرارته من نجم قريب منه طبعا بعد كده طبعا ايه المفروض اللي كنا هنضيف ممكن نعمل بنجمة شبيه بالكلام ده ان انا هضيف فيه مجرة وكوكب وقمر ونجم ونيزك وشهاب طبعا ده هيتحط جوة اه بعد كده استخدمنا البروبرتي اللي اسمه وبعد كده طبعا ايه هو نفس القود اللي يحكينا فيه شوية كيس زيرو وان تو سري فور بالشكل ده كده وطبعا لو ما اخترش اي حاجة المفروض اللي رفم تطلعه رسالة فها كيمة ايه يرجى اختيار احد المفاهيم الموجودة عندك طيب تعالوا نبص بقى اه في الاخر بعد ما خلصنا الفصل التاني نبص على بعض الاسئلة السريعة عن الفصل ده اول حاجة اجيب مستعينا بالكود التالي لو افترضت هنا ان الـ كانت اكبر من او تساوي الخمسين طلع كلمة ناجح اندف فبيقول هنا في الجزء دي بقى ايه يتم اظهار صندوق الرسالة وعليه النص ناجح يعني هو هنا هيظهر كلمة ناجح امدى هيظهرها عندما تكون قيمة الـ اكس اكبر من او تساوي الخمسين يعني الاخر ده الشرط اللي انت حطه له قدامه يعني لو ساوي اكبر من او ساوت الخمسين بيبدأ يطلع لك ايه الكلام ده كمان بيقول هنا طب اذا كانت قيمة الـ اكس بتساوي الخمسين ايه اللي بيحصل هقول له ان اللي بيحصل انها هيظهر كلمة ناجح طبعا هي هي واحدة يعني الفكرة كلها ايه يعني كلمة ناجح هتظهر امتى لما الشرط يتحقق طيب الشرط يتحقق ايه بيطلع هتقوله تطلع كلمة ناجح تاني بصوا لي هنا بقى طب لو كانت قيمة الـ اكس بتسعة وارباين تاني ازا كانت قيمة الـ اكس بكام بتسعة وارباين هيطلع ايه قالك بالحالة دي مش هطلع حاجة طب ليه؟ لان بص على الشرط بتاعت الـ بكام قالك هنا لو كانت اكبر من او بتساوي الخمسين طلع لي كلمة ناجح طب لأ ما زوتش يبقى هينفز من بعد ان دي وبانه اصلا ما بيش حاجة بعد ان دي طبعا مش هتطلع اي حاجة بنسبان نيجي نكمل تاني مستعينا بالصيغة التالية إيه ده؟ قال هنا انا عايز ابص هنا قالك اكتب لي يعني بص على الصيغة الموجودة قدامك دي كده واكتب لي الشرط اللي جايه ده يا طرى ينكتب ازاي يعني انا عايز اعمل الكلام ده ازاي فبيقول هنا في الجزء دي اكتب تعبير شرطي يختبر قيمة المتغير وي اذا كانت اقل من الصفر يبقى هنا الفكرة كلها انا هشتغل ما بين اف وزن يبقى انا عايز احط حاجة تقول لي ان الواي لو كانت اقل من الصفر هيعمل حاجة هيعمل ايه ملكش دعوة المهم اديني الشرط يتكتب ازاي في الحالة دي انا هقول له اهو اف واي ركزوا معايا كده اف مين الواي اهي يبقى الشرط اللي انا كتبته اهو تمام اف الواي ما لها كانت اقل من او ساوت صفر في الحالة دي نفذ القود الاولاني طبعا وإيه اللي هتنفذ ايه القود التاني اللي موجود معاك اهو يئي اما ده هيتنفذ او ده ايه هيتنفذ لو القود الاولاني او ايه القود التاني بالشكل ده كده نيجي تاني استبدل القود وان في القود السابق يعني هكامل على نفس القود اللي فات في القود السابق بنص اه الرقم سالب في صندوق رسالة في الحالة دي هقول له لو الواي كانت بزيره طلع لي بدل القود وان اهيه طلع لي كلمة ايه الرقم سالب يبقى حطله جوه ايه ميسر جي بوكس بالشكل ده كده مستعينا بالقود والنموذج التالي اجب اول حاجة حدد ما الغرض من البرنامج طبعا انا هقول له ان اطباعة كلمة ناجح اذا كان اه الرقم المدخل اكبر من او ساو كام خمسين واخر سؤال معي النهاردة بيقوله انه يتم تنفيذ القود عند وقوع الحدث نقط على الاداة بطن وان طبعا هيكون الحدث بتاعنا ايه اسمه كريكا لما بيقع على بطن وان بيبدأ ينفذ كل الاكواد المكتوبة عنده والى هنا تنتهي تنتهي حلقة اليوم من برنامج عالم الكمبيوتر وانتهى مع الفصل التاني على وعد بلقاء متجدد ان شاء الله دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته